مع اقتراب نهاية العام الدراسي وانتهاء حفلات التخرج في الجامعات الأمريكية قال التقارير إن الاحتجاجات ستبدأ في التراجع في حال نهاية العام الدراسي لكن وبحسب تقرير لوكالة رويترز فإن بعض الطلاب قالوا إنهم سيستمرون في احتجاجاتهم حتى يتم وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وسحب استثمارات الجامعات من شركات توريد الأسلحة والشركات الأخرى المستفيدة من الحرب وأيضاً العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين اتخذت بحقهم إجراءات تأديبية أو فصلوا بسبب الاحتجاج احتجاجات الطلاب بدأت في الجامعات الأمريكية لتتوسع وتنتشر في عواصم أوروبية كبيرة ودول حول العالم مطالبة بوقف فورياً لإطلاق النار في غزة وتتواصل تحركاتهم بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في رفح وتوجيه تحذيرات إلى مئة ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع ترجمة نانسي قنقر